السلام عليكم الحديقات و الحديقين اليوم سوف نتقسم معكم طاجين 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 الزبيب الكحل ننشريه نصف كاز الملحة سكينجبير البزار القرفة وطحونة البصلة بصلة حمراء المغرب ما شاء الله تبارك الله هديرها بصلة واحدة تقريبا فيها كيلو انا هاد شي اللي درت كندير لها شوية ديل الملحة باش كتخرج هدك المدية لها و وكتجيل ديدة طبعا ما تكرهيش اديرها واحد ساعة او ساعة ونص قبل ما تنصبي كندير منها القليل تحت وكنز اللحم وكنغطيه بالبصلة هنا انا عندي لحم بقري وانتو ما يمكن لكم تديروا دجاج يمكن لكم تديروا الغنمي او دجاج بلدي كلهم كيجيهم زيانين كنغطي هدك اللحم بالبصلة انا ما غديش نتبل هاد شي من قبل غندير التوابل من الفوق باش كتنزل كل هكتولي تنزل على اللحم وحتى البصلة كتجي لديدة بحل هاد طواجنات ما كيبغيوش يطيبو في الطاوات كيبغيو الطاجين باش كيبقوا يعني الى الاصل ديالهم كيف ما طابو كيف ما كيبقوا ويمكن لك تديري في الطاجين ديالتين انا الطاجين ديالتين ما كيدوزش ليه في البوطة هادي قسني الابدادابطاتر وهو تقيل ما كيطيبش بسرعة هنا سوف ينزل التوابل كلها من فوق بما فيها البزار سكين ججبير خرقوم العويد ديال القرفة انا قدرت الخرقوم ولابد منزل شويش ديال الملحم الفوق لان ها التوابل هي اللي غادي تنزل الى الحم وهي اللي غادي تلدو هنازل شويش ديال الملحك لف ما قلت لكم صافيه وغادي نردو طيب ما غاديش نجهد عليه العافية بزاف هنا قلية الزبيب والقرفة مطحونة والزيت هاد شي غادي نديرو حتى الاخير حتي طيب كل شي نادرت ما يعادي الواحد الكاس ديال الما يعني هذك الكاس ديال الما كافي هذك البصلة اطلق الما زيان وهذك الكاس كافي بش يعونها على الطيب يعني بعد مدازت واحد تقريبا واحد ساعة اللارب كنقلب كنلقى كل شي طاب زيان ما بقى ليه الا نزيد الزبيب والزيت والزيت الزبيب راني نقيته وغسلته ومنشف كنزيد الزبيب والقرفة والزيت وزيت العود هنازد شويش للقرفة وغادي ندير داق نصص كاس ديال زيت العود وهذا الطوجين ديال نواجد وكان بقى لي عندي البرقوق اللي عسلت معاكم في واحد الحلقة السابقة كيف ما قلت لكم كان ديره في الكونجلاتور زيت تحته وزينت به وهذا هو الطوجين ديال نواجد الغضاء تاكلوه بصحة ورحة وإلا عجبتكم الوصفة ديالي لايكي وبرتاجي وديروا ليجان وشكرا لكم وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله شكرا لكم